ما كان عندك ولا مرة هذا الصراع الهوية؟ أنا مقاتل ولست وليس قاتل كان ينظر لك كأرمانين وشو عم بتعمل معنا ولا لا؟ بعضه لبنان بيعنيلون وبعضه لبنان هيك الوطن الوطن الأم طبيت غرادك وعا أميركا دقائق عا أميركا ليش؟ فترة يعني من أصعب الفترات نفسياً سامير جعجع قالك رجع وانت قررت رجع قررت نهائياً ما برجع قال ما فيه للسوريين هل بتخاف على القوات بعد سامير جعجع؟ كيفك ريشار؟ وقال لي كيفك ريشار؟ شو أكبر حسرة ورأت فيه؟ يعني أنا بيك ثلاث مرات في شخصية بمسرحية زياد راحباني في أمريكا طويل شخصية زافان استيريو بيكون ضايع بفترة الحرب أنا هون أو هون أنت ما عندك كان هذا ضايع كان يعني خياراتك واضحة كنت مع فريق ضد فريق بالحرب الليبنية مش مع فريق ضد فريق أنا ملتزم بقضية من عمر 13 سنة ما غيرت لأني مؤمن باللي عم بعمله بس ما كان عندك ولا مرة هذا الصراع الهوية لبناني أرمني؟ لا أبدا 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 لأنه هون بدك تشوف يعني كيف بتلاقي حالك لما بتكبر بالعمر بسير تكتشف يعني طبعا بلاشت أنا بإيماني بالقضية اللبنانية بالوجود المسيحي بكل هول بس أنا وعم بكبر تبلور أمامي ليه الأرمن باللبنان يعني فيه سؤال كبير بينسأل وشو دورهم ولا أجو على لبنان أصلا ولا لبنان بالنسبة لألون هالعمق يعني بالدياسبورة كلها عندك الكاتوليكوسية للأرمن الأرتوديكس موجودة بأمتلياس موجودة باللبنان وبطرياركية الأرمن الكاتوليك موجودة باللبنان بزمار وبجعتاوي طب لا لبنان لا بطرياركية السريان موجودة باللبنان لا بطرياركية الروم الكاتوليك موجودة باللبنان لا اليوم حتى بطريارك الروم قاعد بالبلماند وبالتالي لبنان هذه الوحى هذا الملاذ لكل المضطهدين في هذا الشهر دائما الأرمن المنتمئ لحزب لبناني من ذلك ينظر لألك أنه إرمانيت ومنقوصة أنه ما رح تعتشناك أو الهنشاك أو رمكبار أو غيره بالأول بالأول يعني أنا وجهت تنكون صريحين وجهت هذا الواقع لما ترشحت على الانتخابات بالألفان وتسعة بالألفان وتسعة ما كانوا يعرفوني علما أنه كان وقت كنت رئيس مصلحة الطلاب كان عندي علاقة مع مصلحة طلاب التشناك ويعملوا يعني كانوا كانوا يفضل الحرب كانوا يعملوا إجزابيشن للإبادة وإلى آخرها بس طبعا يعني صار فيه رفض رفض كله أنه خي منوه هذا جاي أولا عم نعرفه قاعد بأمريكا اثنين أنه خي حزب مسيحي لبناني ما بمثل الأرمان ما بمثل الأرمان وقامت لأيامي وكلهم وبيانات قد ما بدك الآن يعني ليس سرا أخذتني عشر سنين لكي يعني أقبل سياسيا عند الأرمان يعني اليوم كانت تعمل يعني فحص دم مش فحص دم لا مش فحص دم ما بيعرفوني أول شي ما بيعرفوا عمق التزامي بالقضية الأرمانية طبعا أنا طريت بالأربعة وتسعين روح على أمريكا لأسباب سياسية وفيما بعد رجعت وبالتالي ما بيعرفوني الحقيقة ما بيعرفوا إذا أنا مطلع وإذا قاري عن القضية الأرمانية إذا أنا سامع من بي من عمي من كل المحيط طبعي يعني التزامن وإنتماءن تحكي أرماني مني أنا ما بحكي أرماني أبدا أبدا بس اللي عملته بقرأ هلأ بفهم شوي يعني بسغري بوالدك ما معلمك إيه الوالد كيف بدألك منه متعصب والوالدة مارونية واربينا ببيئة ودائما أكثر الولاد بيلحق الأم إيه وهو ما عمل أفورد حقيقة أعلم أنه بهذاك الزمن أنه أرماني يتزوج من غير أرمانية كانت مش كثيرة يعني كانت نادرة شوي أكيد لا ببلوتو وحدة مش يعني لبنانية خلال مش أرمانية تتجوز من أرماني أف بكسروان يعني شغلة كثيرة يعني علمالتين كانت غريبة والدي من دارعون شغلة كبيرة أهل عشوائي رح ينكروا مش لأنه أرماني يعني غريب ومن بيروت وأرماني بالظهر بقى شغلة كبيرة فبدك تاخد وقت يعني تتنقبل يتعرفوا عليك وصولا إلى أني يعني وقت عيانت وزير قبل ما حتى دكتور جعجع يحكيني أو هذا بيتلفين لي وهذا يعني أول مرة بقولها بيتلفين لي هاجوب باكردونيا بقال لي ريشار نحن عارفين أنك لح تيجي وزير ونحن منبارك ونحن مقايدين وأنت بتشرف الطايفة أنك ترسله يعني تبه من أين كان فيه معارضة وطبعا بإحتفالات الهنشاك والرامجافار أنا بكون مين سبيكر يعني أنه فيه تراجي كبير مشيته بس لما تعرفوا عليه اكتشفوا أنه ريشار أول شي صادق ريشار مؤمن يعني يمكن ما بيحكي أرماني فلونت بس دمه تاريخ جدوده وانتمائه القومة إذا بدك العاطفة أكيد هو انتماء أرماني إلى جانب انتماءه للبنان لحبه للبنان لدفاعه عن لبنان نحن كنا ثلاث شباب بالبيت إيطلنا بفترة الحرب الأهلية لأنه مؤمنين بالدفاع عن لبنان مؤمنين بالقضية عرفوا عن أولادك يقولون يعني عن آخر غريب أنت غريب بالطايفة الأرمانية إذا عاد بيئة الأرمانية بيحكوا مثل ما نحن نسمعهم ونفهم كلمة كلمتين لا لا ما بقى في هذا المشكل علاقتي اليوم أكيد بالطايفة يعني بطايفتنا الأرمان الكاتوليك أهون بالأرمان الكاتوليك لأنه نصفهم أربوثون يعني في أداديس الأرمان الكاتوليك تقام بالعربي فما كان في أي مشكلة عند الأرمان الأورثودوكس طبعاً يمكن متعصبين أرمانياً أكتر بس هلأ يعني بدك تسأل الكاتوليكوس أرام عنه بيقلك 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 في أرماني لا بس قصة كسل مش قصة شي تاني هلأ معي الأمريكاني ومعي اللبناني ماشي الحالة زاير أرمينيا ايه كيف لكان وبتحس بهال يعني بس تزور أرمينيا بتحس بشي يعني عندك عاطفة عندك بتحس بانتماء ما بالانتماء الأرماني بعمل أنالوجي يعني مع انتماءنا للبنان فلما بتروح على أرمينيا هيك يعني يتراءى أمامك لبنان هيك على كل قمة قمة في صليب وفي كنيس رحت أنا على العمق الأرماني كمان كنت حبي بروعي كرباخ ما ما صار لمجال بس لم توصل على منطقة اسمها خور في راب من خور في راب في هونيك الكنيسة الأساسية يلي وفي البئر يلي قاعد فيه جريجوريوس المنور قاعد 13 سنة يعني كان كان سجين في نتيجة انتماءه وإيمانه المسيحي إلى أن الملك لأسباب صحية يعني ابنه كان مريض شفاله وتحولت أنا ذاك أرمينيا إلى مملكة أول مملكة مسيحية بالعالم سنة 301 وبالتالي لما بتروح على هذا الموقع يتراءى أمامك هيك جبل أرارات في عظم تماما مثل ما بتوقف هيك أمام صنين بتلاقي في عظمة في رهبة يعني هذا الجبل هيك بتتخيل الله عم بيقوله لموسى موسى عم بيسأل الله وهذا الجبل شو خي هذا الجبل مقدس مثل ما جبل لبنان مقدس كمان جبل أرارات هيك مقدس وانت بموقع كأنك بعناية أو كأنك بوادي أنوبين هكذا هذا العمق التاريخي الوجداني الروحي اللي هيك بيرجعك على بس هؤلاء عم تحكيون على ذاتك مش معاودين نسمعون من شخص أرماني خصوص عن السياسة عن قديشة وعن أنوبين وعن هل هل يعني أسماء اللي بتعني كتير للبنانيين ويمكن أكتر للموارنة مش معاودين نسمعون من الأرمان بس ما بعرف كتير أرمان بيعنيلون ودي أنوبين لا بيعنيلون يعنيلون مار شاربيل بيعنيلون لا بالعكس في كتير أنا بعرف أرمان مسمي أن أولادهم شاربيل أنا لبناني راح تزرت أرمانيا أنا لبناني من أصل أرماني راح تزرتها كلبناني راح تزرتها كلبناني كلبناني من أصل أرماني يعني تبي إذا بدك للبحث عن الجزور جزور الدياسبورة أنا يعني ضاعت جدّي بتركيا الحالية بوسترن أرمينيا يعني بغرب أرمينيا ما عندي جزور بأرمينيا السوفيتية إذا بدك بس أرمينيا هونيك فيه كمان فيه أشميات زين كمان موقع أساسي روحي للأرمان قاطبة بتروح لهونيك كمان بتلاقي فيه عظمة فيه تاريخ فيه 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 وشدان فيه انتماء روحي بتحسه مية بالمية وبالتالي عطول بعمل أينالوجي لأنه لبناني أنا طب لا يعني هذا التمسك تمسك الأرمان بأرمينيا مش عن عبث مش بس والله انتماء أنه أخذوا باسبور أرماني لا فيه انتماء لغوي انتماء عاطفي انتماء روحي انتماء تاريخي وجداني بيخلينا بيبرر هذا الانتماء ولكن إذا بتسأل حتى الأرمان قاطبة تنهون لا انتماء لبناني بحبوا لبنان أنا ولقتين بأمريكا بس تخبرك الخبرية يعني في كتير أرمان من أصل لبناني يعني بلوس أنجلوس بنيويورك بواشنطن صرت أسألهم هيك إذا بك تتقعد أنت وين بتروح والله الغالبية هاي رحنا عارمينيا بقولولك وشترينا شقق بأرمينيا وكزاوس والله يعني إذا بديتقعد برجع على لبنان يعني بعضوا لبنان بيعنيلهم وبعضوا لبنان هيك الوطن الوطن الأم بس فيه واقع انتماء وجداني إذا بدك كأنيفرسال يلي هو أرمين يعني إلتزامهم مثل ما اللبناني يلي بأمريكا بأسراليا أو بأمريكا بعضهم بيحبوا لبنان بس خايم كيفانهم ما بيحكوا عربي بس بيعنيلهم لبنان شو سألون انسلخوا عن يعني انسلخوا بالقوة عن صح عن هيدا البلد مش انه بيختيارهم يعني تركوا صح مية بالمية ذكرت انه انتو ثلاثة شباب قتلتوا بالبيت انت الأصغر صح وتأثرت يعني أخواتك أخدوك يمكن يعني تأثرك بأخواتك ووالأخدك على الحرب وعلى السياسة إذا فينا نقول الوالد كان كتائب كمان الوالد الله يرحمه يعني عطول بقول أنا مثل الشيخ بير أوشي بالشكل بيشبهه وجزويتي وديسيبلين وهي كان فيه صرامة كان بالتربية ومعروف عن الشيخ بير بالكتائب انه كمان كمان ذات الصرامة المتصرف أهنس باشا كمان عمولة جدا عمولة جدا فربينا بيها البيئة إذا بدك بيئة كتائبية وبيئة الوالد يعني كل شي بالحرب تبلشت مثلا بقل لك هذا المسؤول عن كل الحرب الشيوعية العالمية شخبير كان يقول هك الشيوعية العالمية وعنده حب كان للغرب للأمريكان ما بعرف ليه يعني يعني مصر لي أخذوا أمريكا طي يتعرفوا أمريكا بس أحب هك سياسة الغربية إذا بدك وطبعا مؤمن بالتعايش كمان هادي كنا نختلف معه فيها انه بالفترة الحرب نتبه المسلم كان غريب عنه ما كنا نعرفه ما صر لنا وقت نختلط فيه بس الوالد العطول كان انه خيانتم جانين الإسلام يعني بنا نعيش نحن وياهم الإسلام أنه إخوتنا بالوطن ما فيها لا طروحات تقسمية ولا طروحات انفصالية ولا شيء يعني وبالتالي أنا ربيط بهالبيئة إذا بدك أنه في طبعا بعده كان خالصة 58 جديد وشمعون واليمين اللبناني وأكيد يعني ضد كل الطروحات العروبية طروحات الأنتي إذا بدك لبنانية وضد تريح فلسطين ربينا بهجة وإجت الحرب بس شوية شوية يعني صرت بتصير تكتشف أنا عندي كان مال إضافة لأكيد بتجزبك الحرب طبعا على شعب برودة وتدريب بتجزبك الحرب ولكن شوية شوية أنا عطول كان عندي منحة سياسة يعني كنت تقريبا كان جريدة العمل تجي على جوني أهرب من المدرسة أنا تروح أشتري وجمع الأعداد يعني كان فيه مال حب أو شغف إذا بدك بالإطلاع طبعا لما قبرت شوية جبت كل شيء في كتب يعني من كارل ماركس لماكيافيل لكل الشبيب الطيبة يعني بدك تقرأها لماين كايف لكل هالكتب نابوليون سيرة زيتية بدك تقرأ تتعرف أكتر وأكتر هلأ طبعا كل ما بتكبر كل ما الفكر السياسي بيصير جنما أكتر قراءات بتصير تكتر أكتر وبتصير أكتر مؤهل إذا بدك للعمل السياسي بس من أن أنا وصغير عطول عندي منحة سياسة آخر غير أنه حب الحرب أو حب القتال أو حب المظاهر إذا بدك العسكرية التارية في جانب فكري كنت أنا وعطول كنت بالخلايا المدرسة يكون أو مسؤول عن التوجيه أو مسؤول عن الإعلام فعطول كنت بالخلايا بالمدرسة وبالجامعة وعملت رئيس مسعى الطلاب كمان بحزب الكتائب صح وهذا أنتوا أرمانيين أخذوا هالموقع أنت وأستاذ كريم أستاذ كريم الحرب كيف شركت بالحرب وكنت كمان حملت السلاح وكنت مسعف صح الإسعاف بعدين لما صرنا بالجامعة أنت مات لوحدات الإسعاف بس كنت كمان بالشعب الخامسة مات المجلس كنت بمكتب التوجيه يعني بعمر صغير كنا كان ينظر لك كان في أرمان أكيد بالكتائب وبعدين ما كان نقطار كان ينظر لك أرمانين شو عم تعمل معنا ولا لا 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 أبدا أبدا لا بالعكس أكيد كان في كان في نازو الله يرحمه كان موجود في كتير مؤتلين يعني في عشرات شهداء الأرمن طبي لا أبدا ما كان في ولا مرة حسات للأسف اللي عم حسات للأسف عن جماعة التيار وعن جماعة حزب الله إذا بعمل تويت وفعلا شفت على التويت طبعي شوف الردود ردود عنصرية قبيحة مقيتة عن جد يعني شي بيقرف كل ردود عنصرية أنه أرماني ورجاع أرمانيا واخبار من هالنوع شي بيقرف فعلا ولا حد برد بأرغمان سياسي يعني كله هيك أبدا أنا خلال فترة الحرب خلال وجودنا بالمدرسة ولا مرة كان فيه مرة أستاذ أومي كمان عمل هاك عمل ردة فاعل عنصري يعني كانوا الشباب نيوين عليه بس كان بعدنا بالكاتريام أو بالترازيام عمل هاك كمان يعني تنمر تنمر عنصري كمان بعدين عرفنا أنه هذا قومي سوري بس أنه ما رأيت بس إجمالا لا ما فيها وين حربت تكون صريح ما كنت أنه هالمؤاتل الشرس يعني اللي بيضحشوا لا بس قاعد ورم تريس كتيري بالأسواق هذا سنت ال76 يعني كان بعد عمري 15 سنة بعيون السمان بالحدد بهال بهال مواقع صحرتك صورة بشير جميل صحرتنا يعني تخدت فيه أكيد أكيد ما في شاب بهذاك الفترة ما أثر على بشير جميل التقات فيه التقات فيه كانت عنصر أهل التقات فيه تقات فيه بقصة طريفة يعني مرة كنت قال يرحمه مات هلأ دكتور بول جميل واتكنا بالإسعاف بيقوم دكتور بول بيكتب مكتوب وبيكتب على بشير لأنه تعرف ابن عمه فيه خشق وربيني سوا بقلي عياتك شاف مين فيه أنا موجود بيخدله ألي برسونال بقى رحنا لهنيك في إزيس الله يوزيه للخير بعدها طيبة تراطع المكتب أنا أهلا شو بتريد قللي أنا والله بدي سلم هذا للشيخ بشير قال إي تركوا هنا مكتب قللي لا هذا برسونال أنا بدي سلموية بالإيد ما في فهمت علي قللي 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 بيطلع أهلا قللي أنا وأنا شايف حالي عن رئيس خلية عرفت كيف عرفت عن حالي قلت له ريشار أخذوا هذا شو بتعمل قللي أنا رئيس خلية وهلأ نعمل وحدات الإسعاف مع دكتور بول قللي طباص له رجعنا فيما بعد لتقانا بمحل ثاني ذكرته فضيعة كيف كريشار وقاللي كيف كريشار رح طير يعني هيك هلأد أنا كنت عنصر يعني ما كنت بموقع قيادة بعد عمري عشرين سنة بس كنت كتائبة كان في شيخ أمين وبلش يظهر بعدين شيخ بشير وكان في دايما شو بدنا بالمناكفات إذا فينا نقول بيناتهم داخل العائلة بس كمان كان في مؤارنة دايما بين الشخصيتين يعني البشير المؤاتل الثائر حتى على العائلة الأمين يمكن التقليدي أكتر كما كانت مطروحة يعني كان فيه المتن أنا زيك نحن ما كنا قاعدين بالمتن يعني المتن مع الشيخ أمين محسومة وولا مرة كان فيها الدلام يعني حتى هلأ يعني بين الشيخ بشير والشيخ أمين لا في طبي أنا يعني مؤسساتي من تمين لهالحزب وبالتالي وبعدين طمعنا لهالقوات خلص يعني بعد الشيخ بشير هلأ التحول اللي قبيه صار مع وقت أجهز مير جعجع وبالتالي ما كان فيه لا ما كان فيه مشكلة مع الشيخ أمين لحديث هلأ بعدنا يعني أنا شوفوا بعرفهم بالعائلة وهيك أنه بالعكس العلاقة كتير منيحة معه عندي ضعف هايك شوية بتجميل يعني كلهم بكل التضحيات اللي عملوا بكل هال يعني عائلة صحيحة عائلة سياسية بس عائلة كمان مقاتلة ومناضلة وضفعت شهده وبالتالي ما عندي هالمشكلة لأ نقطة التحول الكبيرة كانت لما نوجد سامير جعز كيف تعرفت 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 بعدما نزل من معركة الجبل ب83 بكريسمس 83 يعني قبل بلايلتان 23 كنون الأول 83 تعرفت 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 كان بدأ يعمل نوع من استقطاب للحركة الطلابية فأنا كانوا مخبرين عنه قبل بس ما بعرفه مخبرين وطبع الظروف كانت مؤتي كنا طالعين من معركة الجبل التي نهزمنا فيها تضعض كبير كان في استياء بأوساط القواد حتى الكتائبيين نفسهم في استياء وبالتالي بحاجة لشوك بحاجة لشي وتعرفت سامير جعز وكانوا مخبريني عنه عنده بعض ميستيك إذا بدك قاعد بالقطارة ورجل فكر وأنا هذا الشغل بتستهويني جدا بيقرأ وطبعا بيهداك العمر كمان في فكتور أساسي أنه بتكون ثورة أنت وهو جاي من شر من الأطراف من العائلة متواضعة طبعا بيشبهك وحامل لواء الثورة حامل لواء التغيير بالواقع اللي نحن عايشينه بالأغلاط يلي كنا شايفينا شو صار أغلاط وبالتالي التقات فيه ومن وقت لا نزل إلى جانبه طبعا وصويت بذلك فترة فيه ناس عملوا رد تفعل كمان على سمير جاء أنه ابن بشرة وجاي ويحكم بالمتن وكسروان كانت موجودة بس هو أبدا ما عنده إيها أكيد ما أنا موجودة بزهنه في تبت في مشروع وطني في قضية وهناك رحنا ما رحنا هلا طبعا بشبهنا أنه أول جي جاي من عمة الشعب حامل لواء الثورة حامل لواء التغيير رجل فكر يعني هذي كثير حسايته بشبهنا وجاي هو عمل حاله بحاله مثل ما نحنا يعني كمان ما أحد ورثان شي من أهله وبالتالي كان بشبهنا ونويين يعني في رغبة بالتغيير رغبة بالثورة وعملناها نحن وتجلت في الانتفاضة الأولى بـ 12 أدار لأنه أنا كنت من الفريق الطلابي اللي حضر له حضر له يعني إذا بدك كسحنا تم اكتساح الواقع الطلابي يعني كل مصلحة الطلاب الكتائب راحت عند سامير جعجع بمرحلة الحرب مع العماد عون وين كنت من بعد ما صلحت الطلاب تسلمت التقديمات التربوية بمؤسسة تضامل اجتماعي يعني كنا كل التقديمات التربوية مثل ما كان فيه ناس عم تعمل تتحكم فيه ناس عملوا النقل مشترك أنا كنت بالإطار التربوية كنت مسؤول عن تقديمات التربوية بعدين وقت من بعد عملية المتن واخدنا المتن استلمت بات المستقبل وحفظت عليه الحياة وفي شغلة رحقولها هذا إرث الرئيس جميل في شغلة رحقولها هون كل أرشيف الشيخ أمين اللي كان بالأصل جمهوري كان ببات المستقبل هون يوم بلاقي أحد المرافقين هاك انه فيه تلي هاك كومي بدي يحرق أبدا طلعت أنا وحب يعني تعرف الجهل عدو العقل بقى وصلت هاك عمش تنبش فيه هون هوا الخيش فيه أشياء قيمة يعني أبدا 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 أول مرة أبولا أجت على فكري بس أتحافظ علي هاك الفترة وين كنت بفترة الحرب مع العمات عون القوات يعني فترة يعني من أصعب الفترات نفسيا كانت صارت الحرب بقلب العياش بقلش حرب التحرير بقلش ظاهرة عون العالم تطلع الأسر الجمهوري وأكيد اكتصح أنا زاك يعني بدك تقر أنه كان هو وغالبية المجتمع المسيحي معه بالوقت يلي كنت أنت الفرق بينه وبينه كان يعني في تخطيط استراتيجي عن سامير جعجع يلي قوامه تقوية المنطقة الحرة إذا بدك تحافظ عليها يقوية بانتظار فترة الحلول الآتي وبتعرف الشرقية أنا ذاك وعكس ما اتهمنا أن تقسميين وما بدون الدولة لا بدنا الدولة وعن نحضر إذا بدك مقومات هذه المنطقة الحرة بانتظار أن تفاوض على صيغة جديدة على حلول جديدة بس كانت منطقة حرة حتى المسلمين أنا ذاكر يعني هوني مرة سألت مين هذا كان فيه ضابط مدير عام القوى الأمن الداخلي ضباط المسلمين كانوا يمروا على الشرقية يصهروا يتعشوا يمضوا ويك أند لأ كانت منطقة حرة وفي حد أدنى من الحرية يعني عايشين طبعا فيه سيطرة فريق واحد حتى ما نكون عم نضلل بس كان فيه هاك حد أدنى من الحياة الرغيدة الهانئة الكريمة كل العالم عايشي عروها وإز بيجي هاك بركان إذا بدك بفور وفي شمال يمين بدون أي أفق استراتيجي الفرق بينه وبينه كان عطول أنا ذاك الحكيم يقول نحن نكسب على السورة بالنقاط سقطنا له اتفاق هذا التلاتي مش عم نخليه يجيب رئيس جمهورية لأله مش عم نقبل كل الرئاسات تصير لأله في منطقة حرة هذه منتظار الحلول وكانت علاقتنا أنا ذاك مع الشرعية كنا نحن كان يوصف أساس كريم أنا ذاك شرعية ثورية اللي كانت القوات فيه شرعية دستورية اللي كانت الغطاء اللي كانت الشيخ أمين أنا ذاك بالأسر الجمهوري فأنا ذاك المنطقة الشرعية عايشي برواء إذا خربت كما بيقوله بالكسروان حرق دين القصة كلها سواء فوقاني تحتنا فبدون أفق استراتيجي أنت لما تعمل حرب وعطول الأمريكان ضدك العرب كلهم ضدك السوري سوري يعني خبيث بالسياسة وستراتيجي كان أنا ذاك حافظ الأسر بعده طيب طيب حرب تحرير شو خي شو بك تعمل إلغاء الميليشيات طلعت بالحوض الخامس يعني أنت عم تلغي الميليشيات مثلا وبالوقت كلهم كان فينا نتفهم نحن ويقع عليهم بس أبدا هو للكسب العالم يمكن أحد أغلاطنا أنه لما بدأ بالجيب العالم نحن ندق للمجهود الحربي بس أنه العالم ما بدأ إلا بالجيب يعني عطول حتى بالديمقراطيات الغربية عندما تتش باكت عندما تتعلي تاكس بتعلي التاكس أو الضرائب يسقط مية الغيط لكان عمل حرب بدون أفخ استراتيجي أكيد كنا ضد بس دعمنا يعني بعدني ذاكر بمعركة 14 قاب بسوق الغرب وإشتراكة فات تاستردوها نحن أمنا غطى مدفع رهيب على الجبهة فوق ساعدنا يعني حتى بعدني ذاكر بأحد الاجتماعي الدكتور جعجع قال أنا الشعب الثالث بالقوات اللبنانية حطيتها بتصرف العمليات الجيش اللبناني شو بيطلبوه نحن جاهزين للدعم بكل أحوال كانت فترة فترة حرب التحرير بدون أفخ استراتيجية غلط قدت إلى الطائف وبعدين قدت إلى حرب الغاء طيب كمان بدون أفخ يلغي يعني بل ما يتفاهم مع القوات وكان في أنا بعد نذاكر في رغبة صادقة من قبل القوات للتفاهم معه لتوصيل الحكومة بس من بعد حرب التحرير من بعد طائف كانت ولاية يعني خلص كنا رحنا غير محاف بسينا نحن بحكي عن فترة الحرب في شغل اللي بلاحظها من أكتر شخص بقعد معهم أو بحورهم أشخاص شاركوا بالحرب أوكي وكانوا شارسين حضرتها كمكان شاركت بس مش بالموقع القيادة أو كنت شارس بالحرب بس في أشخاص بتشوفهم اليوم هاديين ريئين ما بيشبهوا أبدا قصورة المقاتل وعلموا لبعض منه سلم مواقع يدي ليفتها الشغل نحن عنا صورة نمطية عن المقاتل يعني الشرس الآس نحن طلع الشعار بالحرب أنا مقاتل ولست وليس قاتل أنا مقاتل مناضل ناضل كرمال العالم يعني مهال قضية اللبنانية بلورت شوية شوية بالأساس يعني غرائزيا العالم بيعان رمانة بالأشرفية بشكة بكل بزحلة كل العالم يعني غرائزيا بالأول حملوا شفوتي وحملوا بومب أكشن ودافعوا عن مناطقهم بعدين صارت تتبلور هذه القضية صلنا نعي أكتر حضورنا يعني ما هي هذه القضية خيل عم تقاتلوا كرمالا لا قضية مهمة كتير يعني إلى عمق بالتاريخ إلى 1500 سنة و2000 سنة بالتاريخ في قضية وجود قضية حرية وقضية إيمان وقضية طريقة عايش عايشين يعني لبنان يعني للأسف المسيحية المشرقية هلأ تقريبا اندثرت بكل الشرق وحدة بلبنان بعد هذه المسيحية قائمة وعندها تتمتع بكامل حقوق السياسية وعندها حضورها بكافة المجالات بالمستشفيات بالتربية بسهل الحضور عم يتراجع عم يتراجع ما في شك بس بعده قائم بلبنان وهي المش عم يفهمون الإخوان يعني بدك مين يفهم الله يرحم والإمام محمد مهدي شمس الدين فهمه تماما فهم تماما هذا الواقع وبوصايا مذكورة هذه الحفاظ على التعايش انطلاقة من الحفاظ على الأنتيتي المسيحية إذا بدك بكامل حقوق كتير وعيين لعمق هذه القضية ف إذن هذه القضية طورت من قتال غرائز للدفاع عن الوجود إلى بلورة مشروع سياسي بإطار الدولة اللبنانية بالشراكة مع الفرقاء المسلمين بس يا شباب ما فيكن يعني تعملوا شراكة وانتوا بتقرروا كل شيء بالبلد لا يعني هال مشكلة اليوم مع السناء للأسف وشفت مبارح شو صار هناك شريك أساسي في هذا اللبنان الكبير هذا بكركي عملته فيلي ما بودوا يسمع على بكركي ويلي ما نعيش بهذا اللبنان يلي عم تحكي فيه بكركي ويلي مؤمني فيه بكركي معنات عندك مشكلة مع البلد كله سوا هون هون عمق المشكلة اليوم أو تؤمن بهذا اللبنان الذي أرادته بكركي تاريخه وبكركي اليوم أو شوفوا ما تكون تعملوا بالأربعة وتسعين أعطوك الرئيس حزب الوز سامير جعجا طبات غرادك وأميركا دغير وأميركا كيف كيف عرفت بالخبر كانت بالبيت والخميس عشية يعتقل كانت بالبيت بحريصة و كيف يخبرنا عن هذه المرحلة التي كنت فيها تحت ضغط وكان الاعتقال وارد بأي لحظة يعني كيف بدأ أقول لك عشنا آخر جمعتين جحيم مشناك فلات يعني ما عاش فيها حتى مرت قلت خلص فل ما بق فيك تضل لأن خلال أسبوعين أنا كنت أخذ بنتي عسين كور كنت أنا وصل ويجيب فحواج الجيش وحضور أمن يعني طبعا حوالي غدريس بس هو بيبلش من نهر الكلب تتوصل لفوق حضور أمن كثيف ضغط نفسي تسريبات إعلامية يعني جحيم جحيم قمع قبل ما يبلش قمع الفعلي والسجن الفعلي كنا بلش نحس حالنا بسجن كبير فعلا وخلص ما كان في حل إلا إلا إني فل يعني غدت غدت اعتقال حكيم يعني وعتقل الخميس عشية أنا جمعة الصباح اللي لدينا أصحاب كان بالأمن العام عرفت أنه اسمي مش على المطار ف سحبت بغي تاني يوم تاني عندي معيد ناس كانوا عندي زبونات يعني مرضى جايين طبشت الباب وفلت 11 سنة اعتقال لسامير جعجع بالسجن أنت بالغرب القصري إذا فينا نقول كنت أنت بأمريكا تقول يوما ما برجع لبنان بطلع سامير جعجع من الحبس أنا بدي أعمل وزير لا السيناريو كان سيناريو خيالي أنه يرجع يطلع ويوصل للي وصله كان سيناريو خيالي اللي كان يقول لك رح يصير تحك عليك صار كل الشي وأنت وقاعد وكنت بعيد عن التفكير عملت وزير بعد نحن هونيك لا كنا عم نشتغل ناضل بما يمكن أن طبعا عملنا اللفنا شي بسمو المجلس السياسي للخوات في الخارج كنت مسؤول الإعلام فيه بفترة طبعا عنا مكاتب كان بواشنطن وببريز بالحد الآن كنا عم نشتغل لإبقاء هذه الشو اللي فيه تواصل كان مع لبنان لا كنا بس أنه محدودية العمل هونيك بدك تتعرف على العمل بدك تتعرف أنه لازم تروح على كونغرس ولازم تروح على ستايت ديبارتمنت ولازم تعمل شوية شوية بلشنا بالشغل و إلى أن صارت بس تقل لك بهذه الفترة مزبوط أول خمس سنين نصيحة أحد الأصدقاء هونيك قال لك أنه ما فيك تضل عقلك في لبنان بدك تحسم هون تنجح في أمريكا بدك تشيل لبنان من رأسك بهذا فطناعت أنا أنه عنا خمس سنين خدت أول خمس سنين خلص أنسى لبنان ورجعت وكان عندي رغبة أن رجعت تخصص تفتع الجامعة عملت بسجرار بالدينتل سكول بميرلند و حكيم السنين لأن هون كنا تجليط روح يوم على الجامعة يوم لا يوم بالسكنة ويوم مدري وين بقى رجعنا درسنا مضبوط وزوجتي كمان طبيب سنين كمان أبني شانس كمان جاء تفتع الجامعة بصعوبة دلات سنة ما حدا يرد علي طبيب تعرف هناك تاخد وقت العملية وما في سبور من جامعة هون أو شي ما إلى أن بايت شانس يعني فتت ببروغرام طبيعا بنبش على جامعة ما أدفع في بروجرام رزي دنس يدفعوا للأمريكان فقبلوني فيه بس بدون ما يدفعوا لي تقولوا ماشي خي بقبل يلا سهلت هذا الموضوع على مرتي كمان لما راحت كمان فت بزيت البروغرام وعيدلنا الشهد ورجعنا شرينا أوفيس وليس الحال فتنجح خطت أول خمس سنين أنه أنسى لبنان وفعلا لا يوجد راجعة لا يوجد لبنان لا يوجد راجعة مرة أول خمس سنين وكانت عم تقزم باللبنان من 1994 أنا تبرش وإجاء أمي الله حود وما أدراك لما أجاء أمي الله حود في ناس استبشرت خيرا نحن استبشرنا أنه مزيد من النظام الأمن المشترك المهيمن على البلد كمان هذه خمس سنين تانيين مشينا فيها طبعا نقطة تحول الأساسية كانت بنداء المطار بالألفين بالألفين بلشت العملية صار في قرنة شهوان صار في وفود تجي على أمريكا أكثر صار في حركة سيارية معارضة تبلورت أكثر وأكثر شوائب وصلنا على البريستول شوائب نجحنا نحن وفرقاء آخرين على رأسهم التيار أنا طوني حداد نكر بالطيار تردو بالطيار كان طوني مريط لأنه اشتغل منه على مشروع على قانون محسب سوريا فبوقت تبلش الأمل هلأ عطول أنا بكل هالفترة إذا ما كان عندي أمل كان عندي للأسف كان عندي طار يومًا ما نرجع على البنان بكل هالفترة ما جيت ولا مرة لا ما جيت لأنه بدك تحكي مع المراجع الأمنية بعدما ما في نيد كان ما في حاجة أن أجي باستثناء وفاة الوالد يعني ما قدرت جير بس خلص مش الحال شو بتعمل يعني بس خلص كنتم قرر قرر نهائي ما برجع إلا ما في للسوريين خلص لا أحكي حدا ولا كنت تواصل مع ستريدة جعجع أنا شخصيا لا أنا شخصيا لا لم كنت عرفة كثير الحقيقة وكان في أنا زيك شباق كانت شدياء بعض وبر كان في شبيبي كثير كانوا بس كنتم تحت يعني إذا فينا نقول جناح الحركة التي عملتها ستريدة جعجع بأسناء وجود دكتور جعجع بالسجن يعني ما فصلت ولا مرة عن هذا مع أنه تقل شو صار صار يصير نقاش يصير بحث شو منعمل يا عمي هيئة العملية مطولة والحكيم كل ما قاله قاعد بالسجن طب نفتح منحكي حدا شو بين عمل يعني شو بين عمل وأز أتى الجواب وهذا صار في نقاش على مستوى في إيادات كان برة حكينا بهالموضوخ شو لازم ينعمل يبينحكي مع السوريين يبينحكي مع الحكومة اللبنانية مع ميلا حود مع كذا شو بين عمل يعني إذا فيه باب ينفتح لأنه كنا شايفين عن جد الأخو مسكر بخطرة وإج وإذ إذا بدك أتى الجواب من الحكيم نفسه هايدي هون قرار برأي أنا هون هايدي هزتنا نحنا كنا عم نفكر شو ممكن ينعمل إذا إجا قرار أنا مني مستعد على أي تنازل خلص يعني قرار العودي سامير جعج قال لك رجع وإنت قررت رجع لا بالألفين وخمسة رجعت بالألفين وخمسة رجعت هلا عطول عندي رغبة بالعمل السياسي ليس سرا بالألفين وتسعة لفت نظر أنه لدينا مقعد الأرماء كاتوليك بركب وكان في قبول أمتين أول مرة شفتوا بعد مرجعت شفتوا بأميركا قبل ما وطرح بعد الاعتقال لأ جيت لهون بالألفين وخمسة كان ببريز مصر لشوفه أول ما جيت رجع راح بتصور ضل السنتين رجعت من وقت مرجعت جيت بتصور لألفين وسبعة لتأنا بأميركا وقت عمل زيارته بأميركا وبرا مع كل الوليات كيف كان أوليك عظيم رق اللي ضعفان كله بس في علاقة خاصة مع سامير جعجا يه انتبئ سامير جعجا حملنا كنا أولاد بفترة الطلاب حملنا بمشاكلنا بخلافاتنا صراعاتنا من ألف الطلاب في حركة كان هو يفتح لها مجال يعرفنا يعرفنا وجه قفة مثل ما بيقولوا ونحن هيك يعني في علاقة بفترة الطلاب يعني كنا أكتر حتى نسمع على حالنا بالانتقاد وبل هلأ في نضوج هلأ مين سامير جعجا بنسبة الله لك أوكي رئيس حزب اللي أنت بتنتمي عليه اللي بتنتمي له غير هيك غير هالصفة مين سامير جعجا بنسبة الله برأيي من ألمع السياسيين بلبنان يعني السياسي بالنسبة لأيلي أنا يحط المومنتوم يحط الوردر دي جور كما بيقولوا اليوم ما بدك تبيع اشياء يا خي أو بدك تسوق شيء أو بدك تحكي بشيء أو بدك تطرح مشروع أو أي يكون موقعك يعني بكل الدمانات مش بس بالسياسة في حدا بياخد الليد بياخد الانشاتف بياخد بيحط الوردر دي جور هذا سامير جعجع فكيف بالحرك إذا هذا المومنتوم إذا بدك يمس بقضية أنا برأييه وبعد الحديث هلأ هذا ما لمسته يعني من قرب منه بعده كل شيء مش بس بحسابات سياسية صغيرة لأ عنده بعد بعد آخر عنده بعد وطني وبعد وجودي وبعد استراتيجي إذا بدك سامير جعجع من اللي بيشتغلوا استراتيجيا استراتيجيا يعني شاملة ما فيك ما فيك تاخد إعلام بس أو عسكر بس أو اقتصاد بس أو موقف سياسي محدد لا بيشوفها بكليتها بشموليتها وهذا هو العمل استراتيجي اللي بيتمطع فيه عنده عقل استراتيجي ولا موقف بياخدوا إلا هيك انطلاقة من هذا العمق إذا بدك استراتيجي يلي عنده ويلي كيبابل هو قادر على تشكيل هذه الرؤية هلأ انتبه أيام تفشل أيام تنجح طبيعي أيام مش بإيدك يعني بالأهداف إلا كمان أدوات في جولز عند مينز المينز مش عطول بيكونوا بإيدك وقادر خاصة بالسياسة وبالسياسة اللبنانية تحدي شي مرة استضمته لا على انتبه بفترة النقاشات بالتكتل بيصير فيه نقاشات بس كمان غريبة إنه شخصية يعني فيه بالقوات على عكس أحزاب يمكن بالقوات وبحزب الله هالشهر المشتركة وفيه انضباط أي طبعا بس بالمقابل فيه كمان بيأخذ رأيه وإيام بيتأخر وإيام اجتماع بتضلكون ست سبع ساعات بس تقدروا تاخدوا قرار بينما الصورة اللي ممكن نتصور عن ساميج عاج عنده بيضرب يدوا على الطول أنا هيك بدي لا صراحة عم بحكي هون طبعا نكون كمان عم نضلل للناس أكيد فيه حدا بيقرر بالآخر ما فيه شك بكل طبيعي عود أمريكا الرئيس حدا بيحوم المسؤولية الرئيس بيقرر بالآخر فيه يعمل حرب جواز بوش أخذ حرب العراق أول كان فيه ما ياخده بس هو بياخده تقول لك شو لا أيام بيجي بيطرح بقول والله يا شباب عم نبحث هالموضوع أنا رأيي هاك شو رأيكم إلى أيام بيقتنع يقول والله لا رح نغير رح يكون موقفنا مثل ما الأغلبية دولو يعني هون في منطق إذا بدك أو بتقتنع بالمنطق أو بالآخر أنه ما أنا عنزي ولو طارد ما نجاي بيقرار والله بدو يصير لا بالعكس فهون النقاشات ايه بيصير نقاشات وبيصير أيام أنا لمسها يعني صراحة كان رأيه هاك والله لا هاك بلا مزبوط بتكون مسؤول علاية خرجية وكمان كل شي مربوط برئيس حزب يعني فيه منشوف مناصب أيام بالحزاب تكون مثلا يمكن تعويد دكتور فادي كرم عمل أمين سر التكتل تعويد كأنه كان عن اخسارته بالاندخبات بعدين بس ربح الاندخبات كأن اختفى هذا المناصب أمين سر التكتل الفاعل اليوم مع سعيد مع الساس سعيد كأنه تخلق بالسابق لا ما كان التعويد عن شي والله ما كان التعويد اليوم شو بتعمل مسؤول علاية خرجية ما كان التعويد عن شي بحضر اجتماعات مع السفر غيره اجتماعات بروح بزور السفر بروح بزور ال منلتقى أيام بمستشارين سياسيين بالسفرات عندي تيم ما بخفي عليك مؤخرا عملنا في ترد رحنا شفنا السفير الفرساوي بموضوع الخمسية بموضوع المعارضة علاية مع دول مش عندك الموضوع الصعودي مش عندك بس الموضوع الصعودي بس مع أن بالجو بس في هذا الملف من الأساس عند مباشرة مع الحكيم بس هذا الملف الوحيد بس كمان بيتن في البعاصي بيتن في ملح رياشي يعني مانا مشكلة مانا مانا مشكلة بظل في يعني هامش معين عند رئيس الحزب بملفات محددة بس بالإجمال لا يعني كونا جهاز إذا بدك فاعل ينقل موقف الحزب لهذه السفرة في كتير قضايا يعني مش بس من وعيون علي ومن نرقل ما قفنا من شرك في يعني بس يعطيك مثل وعملنا كذا مؤتمر بهذا الموضوع وحدة منهم انفجار مرفق بيروت نتيجة اتصالاتنا مع السفير الاسترالي مثلا صار عنا علاقة جيدة معه مكننا انه استراليا بمجلس حقوق الانسان بسويسرا باجتماع بال2003 يعني بقدار 2003 لا بيطرح الاندوب الاسترالي بيطرح قضية مرفق بيروت بشكل انه لا آن القوان للمضي بتأليف لجنة تقصي حقائق دولية اشتغلناها اخذت مجهود كبير يعني بهذا الموضوع اليوم موضوع النسحي السوريين كمان لأ يعني فيه شغل بينعمل مش بس اجتماع بسفرة مع الحكيم وبس لا فيه شغل من تحت عم بينعمل في مذكرات بتنبعث في طبعا هل بتخيف على القوات بعد سمير جعجم عكس ما يعني يتداول بها أيام طبعا بكل حزب بكل مجموعة فيه هالة المؤسس هالة القائد اللي بيكون لامع وبينجح بس فيه في ميكانيزم ام بلاس فيه آلية اليوم محطوطة بيانت بآخر انتخابات بغياب بعد عمران طويل بغياب المؤسس أو الزعيم أو رئيس الحزب أيان يكن فيه آلية فيه انتخاب القاعدة بتنتخب مثل ما انتخبنا طلع بالإجماع لأنه ما صار فيه ترشيحات بس فيه آلية موضوعة وفق النظام الداخلي بيروحوا الحزبيين بينتخبوا رئيس الحزب ونيبه والقيادي اللي هي الهيئة التنفيذية ففي هذا اللي يطمن أنا هذا اللي يطمن بعد نذكر من كذا سنة كانت جزء من اللي النظام الداخلي وعلى الشرعة الحزب كنت جزء من الفريق بقى لما أقر النظام الداخلي بعد نذكر طالح حكيم قال شو مبسو مبسو هلا هاك مبسو انه ارتحته عملنا النظام الداخلي طيب خلص عملنا حتى ناقم براتيك بآخر انتخابات خلص صار في كل ست سنين عندك انتخابات وبالتالي لا طبعا تبق وجود تأكيد تأكيد بأسر وجود الرموز الرمز التاريخي للحزب يوم صار مججع بطل رئيس حزب عادي صار رمز تاريخي بعد معانيته بعد كل نضال اللي مرأ فيه بعد كل المسار يلي مشي فيه مش تقييمنا نحن تقييم العام كما بسموه الأمريكان بيقول انه هذا رمز صار بالبلد وبالتالي نحن امام هذا الواقع انتو بخطابكم سياسة ضد استغلال المواقع لحسابات شخصية مئة بالمئة يقال انك استغلت مواقعك كرئيس خليط طلاب الجامعة للتقرب من زوجتك صح هذا الموضوع كيف تعرفت استغلات استغلات شوي تقللك شوي هي شاطرة مانا بحاجة لانه كانت بريليونت العياب بس ما استغلاتك تتقرب منها بليعة بليعة أنا كانت رئيس خليط في ثالث سنة هي كانت بريمير رنين بقى ما عملت الله واسطة انه ما قدرت عملت الفحص مع زملائها كان بدها إجراء اسمها صليت مواقعك تتقرب منها أنه أنا رئيس خليط أقرب منها لا قربت منها بخامس سنة أخدت وقت أخدت وقت بخامس سنة قررت هي بتصور أكيد كانت معجبة بثالث سنة كانت عملت خطاب أنا بالأزيب بالواحدة وثمانين بالواحدة وثمانين من بعض الخطاب اجت اجت هنت إنه برافو والله جود سبيتش وكذا كانت معك بالسياسة من الأساسة هي كمان بات كتائبة وكانت بسلاح الإشارة وإيلا مناظمي مؤاتلة ما أنا هنا يعني جماعكم الطب وجماعكم سياسة السياسة بتسهل أنا تخيل أنه بس بوقتها كمان ما في كتير كان خيارات كان ممكن يكون واحد أحرار أو كتلوة أو بعد ما كان في عوني دكتور جعج علق ومرتك عوني دكتور جعج علق أبو الحكيم بس أنت اسم الله كم حكيم عندكم بالعائلة ببليش من أنا جدي ووالدك ووالدي وعمي وانت ومرتك وبنتك مرت وبنت مغطين على الحكيم خمسة حكمة بالعائلة الطباقة ومش حكمة بنتك أنت حمستها تعمل نفس الاختصاص اللي أنت اخترته لا والله تقول لك لي لأنه حقيقة أنا والدي ما حمسني وكان ما عو حق يعني هلأ أنا بتمنى أكون أعمل درواء مثلا مش طب لأنه كان شايف عندي هو هالرغبة إذا بدك هالجروح نحو السياسي كان أقول لي أنت عمو المحامة ما لازم تعمل حكيم شو بدك به الشغلة رو عمو المحامة وأحسن لك فعلا أبدا ما نصحني باش بتعرف الجو الضغط يعني أمي كان الضغطة أكتر أنه خيلا يطلع حكيم بالعائلة كانت خيف عليك كانت خيف علينا كلنا أنا شاركت ثلاث أخوي عبشاركوا بالحرب انتبه أنا استغلت إذا بدك أنه كان أخوتي أكبر مني قاتلوا فكان بي يطمى الأيام قال لي روح معه لأنه خيلي كبير كان متهور بالحرب كان مقاة الشرس كان ومقاة العكت كتير جبهات يعني بلش بالفنادق تتوصل حرش تابت تتوصل كتير مواقع مقاة الفية وشرس كان بقى كان هجسون كان هو أكتر أنا كنت روح كطمطن كمهدق إذا بدك أنه ما تخلي يتهوى ما تخلي يروح بس كنت استغل هذا تروح معه أنا على الجبهات ف كانت حرام كانت خيف علينا يعني بعد نذاكر كانت يعني الأمهات معانه كانت تتعمشق بالجيب اللي هو وفالل على التنروح كانت يعني في الأمهات معانه فعلا في الأمهات خسروا أمهات خسروا أولاد تحدي لكل أمهات الشهداء لأنه شو ما ضحوا أمهاتنا نحن لأ بعدنا طيبين الحمد لله بس في في أمهات فقدوا أبنائهم وطحية لهم بس هذا الآخر اللي كنت تتحربوه كمان كان عنده قضية وكان من وجهة نظره هو قضية حق اليوم تعرفت على الآخر يعني بعد ما رجعت يعني بالفترة اللي كنت أنت فيها بأمريكا صار فيه نوع من مصالحة نوع من هيك صح يعني الناس اختلطوا ببعضه والمؤاتلين اختلطوا ببعضه أنت شيء مأخر كان يمكن بعدنا عن الحرب أكتر جاعت شفت الآخر اللي كنت أنت تتحربه تقول لك شو بالحرب ما كان يعني ما كان كتير أنه عم نحارب الإسلام نحارب الغرباء يعني بين الفلسطيني بين السوري ما كان في يعني باستثناء المرابطون كانوا بفترة الأسواق بفترة معي بعدين الاشتراكية وعندي رأي أنا بأمريكة الجبل هلأ مش وقته يمكن بس أنه كان يعني المنح العام أنك عم تقاتل الغرباء هلأ بعد الحرب أكيد صار في انفتاح وأنا اللي أثر علي إذا بدك أمريكا أمريكا أول شي يعني إضافة لمناخ الحرية أنا أول ما وصلت إلى أمريكا تعرف خبرتك يعني بعد جمعتين ضغط هون أكتر سنة ضغط كانت 1993 كلها بلشت ضغط لل94 توصل إلى أمريكا هكي قلت له والله عم بتنفس حرية صراحة هكي بحس مرتابة أمريكا ما بتخالف القانون ما حدا بدأ فيه فأمريكا طورتلي عقلي إذا بدك وسعتلي قبل كان هذا الآخر بعضه وهذا الآخر المسلم أو الدرزة أو هذا خييي شو بيلبس شو بياكل يعني أمريكا بتخليك تقبل الآخر يعني قبول الآخر تكون متسامح تكون مستمع بالسياسة تقبل الفكر الآخر تقبل النقاش تقبل أخصامك السياسيين طبعا أمريكا هون عملتني ديمقراطية إذا بدك وأقبل الآخر بشكل مطلق صرت خلص يعني أقبل الآخر وبالتالي لما رجعنا هون كنت عطول قلوا لطلابنا أنه أنتم محظوظين يعني جماعة 14 قدار طلابنا بوقتها أنه نفتحوا على الآخر صار في نضال مشترك مش بس نفتحوا صار في نضال مشترك كنت هيك يعني أنه خييي والله تسنى لكم نحن ما تسنى لنا مع أنه بعدني ذاكر أنا عمتطلع ديك المرة كنت بأحد مقابلاتي مع مزالة المسيرة أنا ذاك كنت عملت كان بعدني رئيس مصلحة قلت له المستعدون للحوار مع الآخر بما فيهم حزب الله بوقتها نستعدين لحوار أمل والاشتراك اللي كانوا هنا وحزب الله عادي بال عمتحكي بالثمانينات فينا نعيدة الجملة هلأ أو لا أكيد قابلين نحن للنقاش لكن الآخر كمان يكون جهز ما في مشكلة اليوم برأيي طبعا اللي عملته 14 أدار يعني هذا التحول كبير ما في شك وبعضه رسخ أنا برأب ما فعيله لا تزال قائمة برغم بعض التشنجات هنا وهناك بس لا مش هيني 14 أدار يعني عمل مشترك أنت والاشتراكي والمستقبل ما نهيني هذا الحب للبنان اللي خليك يمكن تبعد وترجع وكل اللي حكيته خلال الحلقة عن لبنان قدرت تنقله لساندرا وسابين بناتك بحبوا لبنان يعني أول شي يعني 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 خارج لبنان يعني خارج لبنان ربيوا بأمريكا يعني راحوا من هون بعمر 6 سنين و3 سنين بس عملنا إفور أنه نظل نحكيون عربي بيحكوا عربي فلوينت اليوم حتى هيك بالسقافة اللبنية إذا بدأ بالغنانة بيفهموا الجوا معنهم مش مأمريكين يعني يفهموا في حنين للأهل للقرايب في حنين في انتماء يعني يعني عم بيتبلور هذا الانتماء أكتر وأكتر كلما عم بيكبروا لأ يعني ناطرين وناطرة يرجعوا مثلا تموز كل يوم كيف الوضع شو منعمل بقى عبانهم كثير يرجعوا لا حب لبنان انتقل إلن في إفور نعمل بدك تعمل إفور وإلا بيتأمرك على آخر وضل جو والبيت لأنه أنت مش من أمرك أنا ما قدرت تأمرك هناك ما كان عندي أصحاب أمريكان بصعوبة شوية بالجامعة وقتا كان في عنا شوية أصحاب بس أنه ما اندمجت بالبيئة الأمريكية مع أنه مؤثر فيها أمريكا عالم آخر والتجربة الأمريكية مهمة كثير لكل واحد وتحديدا البداية يعمل سياسي برأي التجربة الأمريكية كثير مهمة بكل هذه اللي عملتها كان فيه شخص معك عم يدفع التمن اللي هو زوجتك عانت معك حملت حملتنا يعني ما نهيني بعدها حملتك بعدها حملتنا ما نهيني لك يعني اللي مرأنا فيه إذا بدك التقلبات من وقت ما تركت البلد يعني بقيت سنتان لحالة تقدرنا عملنا الوراق وكذا صعيل تعانى بأبرس بفترتها بس أنه أبرس مهمة كتير لأن أبرس عم بيهشلولنا أبرس إلى فضل يعني بدون فيزا كانت ملجأ كانت ملجأ ملجأ لكل اللبنانيين وفي اللبنانيين بيشتغلوا فيه حاربها هلا لأبرس ويسكر للبحر المتوسط ما علاق علينا بقى لأ عانت معي وقضت وتحية إلى لأنه فعلا سمدت وبقيت مع الأولاد وحتى بقى أماركا يعني كانت إلى جامبة بمنهانة يعني كمان تدين وتفتح أفس عن جديد وكذا عطوط بكل المسيرة وطبعا بالعودة في عالم بتقول لأ نحن عايشين مرتاحين هون عبلت كله أزمات طبعا لأ هناك قبول وفي دعم بكل هذه التجربة شو أكبر حسرة ورأت فيها يمكن صرت والدك وما قدرت وضعه هادي وحد يعني أنا باكي ثلاث مرات وقت شيخ بشير وقت والدي توفى والدي وقت وفى سليم معيك سليم رفيقنا وهيك هوا ثلاث مرات باكي فيهم الحقيقة يعني على أمل أن نفرح تذكر نهار التوفى في والدك ونت بغربي داكي ناسي سئيلي سئيلي لأنه يمكن لو كنت هون ما كنت خلاته لأنه يعني صار حادث معه أو معرفة حسيت بالزنب لا بالعكس يعني كنت عطول أختي معهم يعني كل شيء بس أنه كان أول شيء الحسرة أقول أنه قالوا لنا شاف أو شيء معرفت إذا كان عامل ألزهايمر أو بلش بالألزهايمر أو شيء لأنه وقع وقع على الدرجة وتوفى وشغلة الثانية الحسرة أنه كان عبالة أخذه عامريكا ما تسنين أمريكا اللي بحب بحب أمريكا بحب يعني يعني يعتبر أنه إله فضل الغرب علىنا بالاختراعات لأنه كان عالم يعني إضافي لأنه طبيب كان عالم نووي يعني بيعمل رشاش بالفيزيك نوكليير كان عبالة يأخذوا له هناك يشوف الجامعات يشوف مكاتب يشوف مكتبات يشوف أمريكا اللي بحبها واللي ما صلوا يختبرها الله يرحمه وخلي لك وليد وإن شاء الله متشوفك جده عن أريد شكرا لك شكرا شكرا